موعد اخباري جديد من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم البداية بالتطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة اهلا بكم من جديد استشهد ستة فلسطينيين على الأقل في قصف وإطلاق نار صحيوني استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية واستشهد خمسة مواطنين وجرح أخرون إثر قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين غالبيتهم من النساء والأطفال غرب مخيم النصيرات كما استشهد مواطن وجرح تسعة أخرون إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نار صوب المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وفي وقت سابق استشهد أربعة مواطنين وأصيب أكثر من عشرين آخرين إثر استهداف جيش الاحتلال مواطنين بدوار نابلسي غرب مدينة غزة هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رح ضحياتها ستة وثمانون شهيدا ومائة وثلاثة عشر جريح وزارة الصحة في بيان لها الأربعاء أعلنت ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى ثلاثين ألفا وسبعمائة وسبعة عشر شهيدا وأكثر من اثنين وسبعين ألفا ومائة جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم كما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة باستشهاد طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما في مجمع الشفاء الطبي استشهاد مسن يبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما في مستشفى كامال عدوان شمال قطاع غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف القدرة وفي تصريح له الأربعاء كشف عن ارتفاع حصيل الضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى عشرين شهيدا مؤكدا أن المجاعة في شمال غزة وصلت مستوياء أو إلى مستويات قاتلة وخاصة بالنسبة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين مشيرا إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط تعد الحوامل من أكثر الفئة الفلسطينية تضررا من الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ ما يقرب من ستة أشهر حيث تضطر الكثيرات منهن إلى الولادة في أماكن النزوح التي تنعدم فيها الرعاية الصحية مأساتهن لا تشبه أي مأسات أخرى وألمهن لا يضاهيه أي ألم مخاض عسير تحت القصف وولادة صعبة بعد رحة نزوح طويلة محفوفة بالمخاطر إنهن نساء غزة التي واجهن الأهوال أثناء الحمل وعند الولادة في زمن الإبادة كنت قاد كثير كثير خافة أفقد الباب لأنني قلت خلص أنا راح أموت يعني أنا الحالي في الصف ما معي لا أهلي لا حد يعني فيش الأولادي معاي زوجي مش عارف ايش أعمل وفيش يعني جديد في المنطقة ما بعرف حد يعني قلت يا رب توكيلي عليك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد النساء الحوامل في غزة اثنتين وخمسين ألف مرأة حياتهن معرضة للخطر بسبب استمرار العدوان ولأن معظم مستشفيات القطاع أصبحت خارج الخدمة جراء القصف والحصار تمنح حوامل غزة الحياة لأطفالهن في أماكن النزوح فأنا رحت وقتها شفت الست كانت بحالة ولادة كانت على وشك الولادة والوقت كان كتير متأخر وكانت الاحتلال يقصف أي حركة أي شخص بتحرك على الأرض في هذا الوقت فما قدرنا نوصلها لأي مستشفى وكان حصار للمستشفيات مع استمرار العدوان على القطاع توقفت الرعاية الطبية وتحولت الولادة إلى كابوس يؤرقهن ليلة نهار وهن يركضن في كل اتجاه هربا من صواريخ وقذائف الاحتلال خايف أنه واش يعني أنه ما قدرش أصل للمركز الولادة يعني خايف أنه أولد في هذا المكان غير هيك أنه نزحنا كتير وتشردنا كتير من مكان لمكان وطبعا كله تعب وضغط على النفسية بلا معدات طبية ولا مواد تخدير هكذا يجري الأطباء عمليات الولادة في القطاع مأساة تتجرع مرارتها نساء غزة الحوامل في مدرسة لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء لا يوجد أي مقومات في هذه المدرسة تم ميلاد فرج جديد يجي أبو وحكى لازم نسميه فرج عشان ربنا يفرج علينا بين عناء النزوح وسط قصف مستمر ومواد غذائية منعدمة تكافح النساء الغزويات لإنجاب أطفالهن المحضور منهم ينجو من الموت وينتظره مصير مجهول قال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماك جولدريك إن المنظمة ستقيم اليوم كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين انقطعت بهم السبل في شمال القطاع وأضف ماك جولدريك أن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة لافتا إلى أنها ستجري تقييما لطريق الجديد المحتمل اليوم لتحقق من حالة الطرق داخل غزة وضمان عدم وجود متفجرات وتحديد نقاط التوزيع المناسبة للمساعدات في آخر تطور سياسي طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة جديدة ضد الاحتلال الصهيوني بسبب ما وصفته بالمجاعة واسعة النطاق التي تحدث في قطاع غزة نتيجة عدوانه المتواصل عليها مدى السابع أكتوبر الماضي وقالت جنوب إفريقيا في بيان إنها اضطرت للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع بغزة والذي وصفته بالشديد للسعجال خاصة ما تعلق بالوضع الإنساني في ظل المجاعة التي تحاصر السكان مشددة على الحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع أردت الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة مع الإفراج عن جميع الأسرى وفقا لنص المشروع ما يطرح السؤال عن مفهوم إطلاق النار في نظر واشنطن التي سبق لها إجهاض ثلاثة مشاريع قرارات مماثلة باستخدام الفيتو من واقع عزلتها الدولية تحاول واشنطن إعادة تموقعها بمجلس الأمن حيث انزوت بدعمها العدوان الصهيونية على قطاع غزة قبل أن تعود إليه حاملة مشروع قرار معدلا لوقف إطلاق النار في القطاع في العودة ما يستدعى السؤال عن مفهوم وقف إطلاق النار بالنسبة للسياسة الأمريكية فعبرها حرص البيت الأبيض على إجهاض ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن طلب إثنان منها بوقف فوري لإطلاق النار الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تسعى في ذات الإطار لتوفير غطاء سياسي دولي للاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من هذه الحرب أو لوقف هذه الحرب تحت إطار أنها ليست منكسرة وليست خاسرة في هذا الإطار وأيضا في ذات الإطار هي تحاول أن تبقي مجموعة من الأوراق بحيث يبقى الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في كثير من المنحنيات الأمر كله هو كما قلت هو ضمن الإطار والغطاء السياسي الذي تلعب به الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي لتوفير القاعدة التي يمكن لها أن تستمر في التحكم بالقضية الفلسطينية على كافة المنحنيات يأتي المسعى الأمريكي بمجلس الأمن في صياق تعقيدات الميدانية التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية مع تنامي الانشقاقات داخل كيان تخشى واشنطن من تعنته إزاء نهج العدوان في قطاع غزة فتحاول من مجلس الأمن لفه بغطاء سياسي دولي يخفي جرائمه ويسحب أوراق الضغط من المقاومة الفلسطينية يبدو أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة عاجزة عن إجبار إسرائيل وعن إجبار نتنياهو وكل أدواتها الداخلية في إسرائيل لا يمكن لها أن تحدث ذلك الفارق الاستراتيجي في صنع القرار في إسرائيل رغم تحذير المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية ورغبتها بعدم الإضرار الاستراتيجي في إسرائيل وهي تعلم تماماً أن ذهاب أي طرف آخر إسليمي أو دولي اليوم إلى مجلس الأمن الدولي سيحرج الورايات المتحدة أكثر وبالتالي هي تذهب إلى مجلس الأمن بصيغة تعتبر أنها الحد الأدنى الذي يمكن أن تحمي به إسرائيل هي ستة أسابيع فقط يتوقف خلالها إطلاق النار في غزة مع الإفراج عن جميع الأسر وفقاً لفحو المشروع الأمريكي صيغة معدلة على مقاس الاحتلال الإسرائيلي يقول محللون وخبراء استبعدوا قبول فصائل المقاومة الفلسطينية صيغة أمريكية تمنح للاحتلال سياسياً وديبلوماسياً ما أخفق في تحقيقه ميدانياً طيلة عدوان استمر لأكثر من 150 يوماً وصف وزير الخارجي الصيني وانجي الخميس الحرب الصهيونية على قطاع غزة بأنها وصمة عار على الحضارة معكداً دعوات بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار وقال وانجي خلال مؤتمر صحفي في بكين إنما يحدث مأساة للبشرية مستغرباً عدم التمكن من وقف هذه الكارثة الإنسانية حسب تعبيره مضيفاً أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الصراع دعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الأعمال العدائية ومعتبراً أن الوقف الفوري لإطلاق النار أولوية قصوى لا توجد أسباب يمكن أن تبرر استمرار الحرب ولا توجد أعذار يمكن أن تعفي قتل المدنيين يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة مما يجعل الوقف الفوري لإطلاق النار هو الأولوية القصوى الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتلتزم دائماً بالتوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية نحن ندعم فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وندعو بعض أعضاء مجلس الأمن إلى عدم وضع عقبات أمام ذلك أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمه تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلالها مشدداً على رفضه القاطع للخطط الإسرائيلية لما يسمى باليوم التالي للحرب كما طلب مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الصهيوني والتهجير القصري ضد الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية بدوره أكد وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف على أن الجزائر ستواصل جهودها ومساعيها ليتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته تجاه ما يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بتعليمات صارمة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عطاف وفي كلمته خلال أشغال الدورة الحادية والستين بعد المئة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف الجهود الجماعية لوقف حمام الدم والإبادة الجماعية ووضع حد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة يحتم علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية في هذا الإطار وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فإن الجزائر التي جعلت من القضية الفلسطينية شغلها الشاغر وعنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها لمجلس الأمن ستواصل جهودها ومساعيها وستكرر المحاولة تلوان المحاولة حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسئوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة غير محتشمة وغير مترددة وغير مبتورة وزير الخارجية الجزائري شدد على ضرورة المساهمة في إنهاء الحصانة التي يحتم بها الاحتلال الصهيوني مبديا دعم الجزائر استصدار إجراء عقبي يدفع نحو تجميد عضوية الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة أما المستوى الثاني من الأولويات والتي يقع علينا كمجموعة عربية دفع بها اليوم قبل الغد فتتمثل في ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتم به الاحتلال وانتفع في ذله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءات تنطبق عليه دون غيره تؤيد بلادي ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل استلهاما من التدابير التاريخية التي اتخذتها منظمتنا الأممية تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وزير الخارجي الجزائري شدد أيضا على ضرورة الارتقاء بالموقف العربي ليكون في مستوى تضحيات أهل قطاع غزة دعيا إلى استعادة الدور الريادي العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتثبيت الموقف العربي تجاه الكيان الصهيوني والارتقاء بالموقف العربي جرأة وشجاعة وإقداما حتى يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة هو استعادة الموقف العربي لدوره الريادي في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية حتى تحذوه بقيت المجموعة الدولية التي تعتبر موقفنا بمثابة بوصلة ثالثة هو تثبيت الموقف العربي تجاه المحتل الإسرائيلي ديبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا كما جدد وزير الخارجي الجزائري الدعوة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وليعلم الاحتلال الإسرائيلي أن لا فيطو له بشأن إقامة الدولة الفلسطينية وأن هذه الدولة أسست لها الأمم المتحدة ذاتها منذ 76 سنة وتكريسا لهذه القناعات الراسخة حول ضرورة تحصين المشروع الوطني الفلسطيني تدعو الجزائر إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة تمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس المواقف الصادرة عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة تعاون الإسلامي لمناقشة تطورات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطع غزة حماس وفي بيان لها دعت المنظمة والدول الأعضاء إلى ترجمة المواقف الصادرة في البيان الختمي إلى خطوات فعلية ضاغطة على الاحتلال لإلزامه بوقف عدوانه وحربه الهمجية على الشعب الفلسطيني مؤكدة أن حجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي أحدثها جيش الاحتلال الصهيوني في القطاع تستدعي التحرك العربية والإسلامية المشترك والفوري لوقف العدوان والتحرك لضمان عدم إفلات الكيان من المحاسبة على ما اقترفه من فضائع ومجازر غير مسبوقة في التاريخ المعاصر حسب وصفها قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي تم التحذير منه مراراً شدد على أن الفشل الدولي وخاصة الأمريكي في معاقبة الاحتلال الإسرائيلي شجعه على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة لعائلة الفلسطينية عبدالله ناصر عرار التي تتلقى العلاجة بمستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة الجزائرية بحسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية المصدر ذاته أضف أن العائلة الفلسطينية وقعت ضحية للاعتداء الهامجي للكيان صهيوني على قطاع غزة في الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني مساء الأربعاء متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني قرية بورين جنوب نابلس الاثنين الماضي وكان الشاب قد أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات مع جنود الاحتلال فيما استشهد طفل إثر إصابته برصاصة في الرأس وقبلها أصيب مواطن آخر بجروح عميقة في الرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح باستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على شعب الفلسطيني في السابع أكتوبر إلى 424 شهيداً وفقاً لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية موسيقى أهلاً بكم من جديد نشرتنا متواصلة مشاهدين وفي خبر آخر استهدف أو استهدف صاروخ أطلق من اليمن ناقلة بضائع في خليج عدن الأربعاء حيث أعلن أفراد طاقم مقتلى شخصين وإصابة ستة بجروح وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية المصدر ذاته أفاد أن الضربة ألحقت أضراراً كبيرة في السفينة المملكة من ليبيريا والتي ترفع علم باربادوس مضيفاً أن طاقمها أعلن عن قتلين على الأقل وستة جرحى من أفراد طاقم من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوث يحيى سريع استهداف السفينة الأمريكية True Confidence بخليج عدن وإلحاق أضرار بها مجدداً التزام الجماعة باستهداف السفن الصهيونية والمتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة True Confidence الأمريكية في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية وعلى كافة طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى ختم النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة